ربما ده أدعى حضرتك أنك تنضم السنة دي المعرض بالضبط يعني هو ده أنا للأسف السنة اللي فاتت احنا ما كنتماش مشتركين في المعرض لأنه كنا بالرتب كنا مرتبطين بمعرض في إيطاليا فما كانش لناها النصيب أن احنا نشترك في المعرض بس طبعا بعد الفيدباك بتاعه أو اللي أنا سمعت عنه من أصدقائي فلقينا أن المعرض تراثنا معرض حلو قوي هيبقى بيجمع مجموعة من الحرف طبعا الدعاية المعمولة زي ما قال السيد وليد السابورت المعمول من جهات مختلفة ده يخليك أن أنت بتشتغل في معرض يعني مش عايز أقولك ممكن يبقى دعايته والشغل اللي معمول له أكبر من المعرض اللي كانت في إيطاليا فهو ده اللي بيخلينا فعلا أن أنت تواجدك في حدث زي ده في حد ذاته هو يعني شرف بالنسبة لنا وحاجة نحن نقدر نمثل وأكيد حاجة نستفيد منها لقدام هيبقى متواجد سوق كبير لعرض منتجاتك بالضبط سوق كبير جدا لعرض منتجاتك أنا النهاردة لو هعمل سوشال ميديا أو هخش الحاجات دي أكيد مش عارف أوصل لكل العمل اللي هيجون بالشكل اللي هيجيني يعني فده دي خطوة مهمة جدا للحرفيين أو للحرف أنها تتعرف أن الناس تيجي في مكان واحد تلاقي تشكيلة من الحرف حيث أنت لو عميل عايز تشتري حاجة هتيجي في مكان هتشوف كل حاجة أنت مش طرف تشوفه مش طرف تساور سيوى أو الوادي أو سينة عشان تشتري منتجات لأ أنت بيجي لك لغاية عندك فده ميزة مهمة جدا أنت التشكيلة دي كلها وبيخلي في نوع من المنافسة برضو ما بين العرضين حتى في أن هم يعملوا منتجات مختلفة وقام بالأساس على الفن يعني إذا شايفوا حرف يدوية كلها قيمة على الفن فهناك تباري أو مباراة بين العرضين وبيبقى أعتقد برضو جهاز المشاريع يعني بيبقى فيه انتقاء للحرف اللي موجودة فده أنت النهاردة أنت بتتعامل مع المنتج ذات نفسه اللي بيصنع الحاجة فده طبعا أسعار وجودة والحاجات دي كلها مش تاجر يعني أنت مش بتعامل مع تجار مجرد أن هم هدفهم الربح لا ده أنت بتعامل مع نوع فن يقدر زي ما فيه تصميمات فيه الحاجات دي كلها أنا ممكن ببقى أنا عارف أن أنا عامل شغلي بس فيه تصميمات هتساعدني فالتجمع والروح بتاع المجموعة دي ده أكيد بيبقى لي مزايمه الجهاز بيتدخل في اختيار العرضين بشكل نعم يعني بشكل معقول يعني بشكل اللي هو يسمح أن المعرض يظهر بشكل يعني فيش طراطات معينة للناس اللي بتشارك لازم يبقى منتج مصري لازم تبقى أنت مصنع لهذا المنتج يعني لازم يبقى المنتج بالكواليتي أو الجودة اللي هي تشرف المصنع لأن في الآخر لو العميل ده خل تشرف المصنع وتشرف الدول وتشرف الجودة وتشرف المعرض اللي موجود فهو دللي هيدي اسم أننا النهاردة ماردت رأسنا أنا أكيد اللي جيس سنة اللي فاتت وزار المكان هيبقى شايف أنها فيها منتجات حلوة فبالتالي أنت هتبقى حريص السنة اللي بعديها أن أنت تبقى متواجد عشان تيجي هتشوف أنت خدت منتج فبقى له سنة عندك فهتشوف جودته فهكذا ترجمة نانسي قنقر